مئة عام من العمل على مفاعلين نوويين في المملكة وبالتحديد على ساحل الخليج العربي تقدر قيمتهما بأكثر من 12 مليار دولار كشفت عن تفاصيليهما مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في موعد تسلم التقرير النهائي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أرسة عقد لتحديد مواصفات المواقع موقعين على الخليج العربي لإشاء المفاعلين الذرين اليوم المملكة طلبت من زود التقنية في كوريا وفي الصين وفي فرنسا وروسيا واللات المتحدة تقديم عروضهم المبدئية قدمت بالفعل هذه العروض وقيمت وعطيه بعض المرئيات وسيقدمون عروض لاحقة حمل التقرير في صفحاته عشرين توصية ومقترح تتعلق باكتمال المتطلبات الأساسية قبل بدي عملية الشراء وطرح المنافسة الدولية لبناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة مشاريع المفاعل النووي لا بد أن نعرف أنها مشاريع عادة بدتها مئة سنة تجربة العالمية تقول أنه تأخذ مشاريع الإنشاء إذا كنا متفائلين من 12 إلى 15 سنة ثم يشغل المفاعل بالمعدة 60 سنة ثم 15 إلى 20 سنة لأطفاء المشاغل هذا الخبرة العالمية طبعاً وشمل التقرير على ضرورة إنشاء هيئة للرقابة النووية والإشعاعية بالإضافة إلى ضرورة إكمال الدراسات لمدى تأثير الطاقة النووية على شبكة الكهرباء الوطنية من الرياض مشعل النفاعي الإخبارية